اشتركوا في القناة في عملية الانتاج الاذاعي والتلفزيوني لانه كل الموضوع هو قائم في النهاية على مخرجات المخرجات تتمثل في تقديم انتاج تقديم محتوى هذا الانتاج وهذا المحتوى هو سيكون الشغل الشاغل لنا خلال هذا المساق ان شاء الله لانه كما تحدث في البداية نحن لدينا هدف ان نصل بكم الى اولى الخطوات التي تمكنكم من انتاج برامج اذاعية او تلفزيونية او المشاركة في انتاج برامج اذاعية او تلفزيونية بشكل او باخر ان شاء الله دعونا في البداية يعني ندرك ما معنى كلمة انتاج اذاعي وتلفزيوني وكلمة انتاج او صناعة مثلا مثلا هذه المادة العالم كما تراه صناعة التقارير التلفزيونية لماذا يطلقون انتاج وصناعة بس رجاء اه تفضل بتم اعداد مخرج قبل المخرج كيف بتخرج الينا هذا المخرج مراحل لدينا عدة مراحل وكل مرحلة فيها مجموعة خطوات وكل خطوة تستلزم مجموعة اجراءات مجموعة ترتيبات فالمسألة فعلا هي حقا صناعة نصنع اليوم مثلا اي سلعة معينة نبدأ بالمادة الخام وصولا الى المراحل المختلفة حتى تصل الى الشكل النهائي لهذه السلعة او هذه المنتج وهكذا التقرير الاذاعي والتقرير التلفزيوني يمر بمراحل متعددة تستحق كلمة انتاج او صناعة اكتر من العمل الصحفي المطبوع لانه كما تحدثت سابقا الصحفي في العمل الصحفي المطبوع ينهي مادته ولا يدرك الخطوات الاخرى طبعا هناك عملية انتاج لكن الصحفي لا يعيش كل هذه المراحل عندما اسلم تقريري او مادة الاخبارية او ارسلها عبر الايميل لا اتدخل في الخطوات التالية هناك خطوات اخرى لكن لا اتدخل فيها غالبا اما في التقرير التلفزيوني او الاذاعي الصحفي معد ومشرف وصاحب فكرة البرنامج يقوم عليه من الالف الى الياء حتى في المراحل النهائية مراحل المنتاج حتى لو لم يكن هو منتجا او لديه الكفاءة الكاملة في عملية الانتاج ولكن لديه التوجيه المباشر في عملية انتقاء الصور وانتقاء الكلمات وما الى ذلك من اشياء طيب اول حاجة الانتاج عملية تحويل افكار هي الان اي برنامج احنا نشاهده او نسمعه عبارة عن شو قبل ان نبدأ في تفاصيل عملية الانتاج ومراحلها المختلفة دعونا نتعرف على ما المقصود بعملية الانتاج عملية الانتاج كما ترون تحويل افكار وقضايا البرنامج الذي نسمعه او نشاهده او حتى النشر الاخبارية في اطارها تحمل ماذا تحمل افكارا تحمل قضايا تعبر عن الواقع والمستقبل والماضي في بعض الاحيان حسب تناول هذا الموضوع من الصورة المتخيلة او المكتوبة اللي هي الفكرة اللي احنا بتخيل بدي انجزها واحققها على ارض الواقع الى ايش الى مادة متكاملة من كافة النواحي سواء على صعيد الشكل او صعيد المضمون وهذا طبعا مهم جدا التوافق بين الشكل والمضمون في اي برنامج من البرامج يؤدي الى نجاح البرنامج تصور اعددنا برنامجا سياسيا او برنامجا رياضيا وفيه مادة قوية لكن النواحي الفنية والمؤثرات لا يوجد يخلو من اي مؤثرات ما الى ذلك يبقى البرنامج رتيبا باهدا فيش في شيء يميزه والعكس صحيح احيانا بعالجه ضعف المحتوى بقوة المؤثرات والشكل وما الى ذلك هذا ليس المطلوب المطلوب ان يكون هناك تكامل وتوازن نسبي بين الشكل وبين المضمون اذا مادة متكاملة هذه المادة تشتمل على صور وفيديو وصوت في قالب شيخ وجذاب حسب طبعا الوسيلة اما اذاعة او تلفزيون الوسيلة الاقوى والوسيلة الساحرة دائما والاشد جذبا للجمهور هي التلفزيون لانها تحتوي على خاصيتي الصوت والصورة في قالب فن ماذا نقصد هنا احنا تعلمت في الصحافة المطبوعة القوالب الفنية طب هنا ماذا نقصد شكل البرنامج شكل القالب هو شكل البرنامج ولا اقصد بالشكل مجرد الدكور طبيعة البرنامج كيفية الية البرنامج البرنامج حواري البرنامج يعتمد على التفاعلات البرنامج يتضمن بعض الفقرات بعض التقارير بعض المداخلات بعض الانشيد الموسيقى المرافقة للبرنامج كل هذه تصنع شكل البرنامج فلذلك هذه كلها تحتاج إلى ترتيب تحتاج إلى انتاج ما تيجي هك هباء منثورة التقرير هذا الذي نشاهده حتى التقرير الإخباري اللي منشاهده مدة لا تزيد عن ثلاث دقائق يحتاج إلى جهد كبير جدا في عملية التحضير والإعداد والإنتاج واختيار بعد اختيار الفكرة اختيار المصادر واختيار المعلومات اللي بدنا نخذها من المصادر كمان واختيار اللقطات واختيار الصور وإذا لم يكن إذا كان هناك نقص في الصور ما هي الصور البديلة هل لدينا أرشيف كل هذا يجب أن يبحث في المرحلة الأولى قبل أن نبدأ نشرة في عملية الإنتاج اليوم موضوع الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني سجل قفزات مذهلة جدا يمكن من الصعب مواكبتها حتى ما معنى قفزات بمعنى استفاد استفادة ضخمة من التطورات التكنولوجية اللي هو في عصر ثورة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أو اللي بنسميه ديجيتال ميديا لعصر الإعلام الرقبي على صعيد التسجيل على صعيد الأدوات على صعيد المنتاج على صعيد الأجهزة البث على صعيد السرعة في إصال الصورة الصرعة في إصال المعلومة كل هذه الأشياء تتكامل طبعا كلها تخدم المنتج وتخدم المراسل وتخدم القناة وتخدم الوسيلة وبالتالي تخدم من؟ تخدم الجمهور أهم من العوامل يا خوات المهمة جدا في أي قناة قبل أن نشرع فيه دعمتين أساسيات يجب أن نفهمهم في موضوع الإنتاج التلفزيوني أنه لماذا ننتج؟ لأنه لما أنا أقيس قناة عن قناة عوامل تميز ما أبرز هذه العوامل؟ عوامل تميز قناة عن قناة الجمهور أو المستمعين والبرامج هل البرامج التي أعرضها هي برامج من إنتاجي ولا مستوردة؟ هناك فرق ممكن أن تكون هناك قناة رائعة تعرض برامج جيدة جدا لكن للأسف معظمها مستوردة مدفوعة الأجر يتم شراءها من مؤسسات إنتاج معناته عندها فقر في عملية اللي هو هي الإنتاج تماما هذا المثل كان يواجهنا في الصحافة المطبوعة الصحافة المطبوعة في السابق كانت تعتمد في المصدر الأكبر في استقاء المعلومات على ماذا؟ على وكالات الأنباء طبعا هذا لا يحقق لها شيء جيد في موضوع المعلومات لكن على صعيد الناتج النهائي والتميز لا يحقق تميز لماذا؟ نحن نعرف وكالات الأنباء الخبر يوزع على كل العالم وبالتالي يفقد السابق الصحفي لا فيه مصدقية لكن يفقد السابق الصحفي لأنه واحد يوزع على آلاف المشتركين نفس الخبر إذن اليوم أفضل الحال ليش؟ لأنه صار في الوسائل الإعلامية هناك في مراسلين وفي مندبين خاصين خاص يعني ممكن نجيب لمادة إخبارية أو يعمل لبرنامج غير موجود في قناة أخرى وهذا هو بداية التميز إذن عشان هيك نحن نحرص حرص كبير جدا أنه عندما نحكم على أي محطة إذاعية وعندما نحكم على أي قناة تلفزيونية نشاهد أو نتابع برامجها ما هي البرامج؟ مدى تنوع البرامج؟ مدى ملائمة البرامج لاحتياجات الجمهور؟ مدى جودة البرامج من الناحية الشكلية والفنية والتقنية وأيضا هل يتم إنتاجها من قبل القناة ولا هذه البرامج مستوردة؟ ليس عيبا أن نستورد لكن هناك نسبة يجب أن تكون يعني يجب أن لا تتعدى مثلا 60% من البرامج تكون من الانتاج المحلي ويسمح بأنه ليه؟ لأن هناك برامج أنا ليس لدي مراسلين موجودين في هذه المنطقة أضطر إلى شراءة أنه لو أفتتح مكتب وباشر عملية يعني تحتاج إلى تكاليف مضاعفة لا بكون أوفر أنه أنا أشتري بعض هذه البرامج زي اللي بتصير في البرامج مثلا الجزيرة الوثائقية بتنتج وبتبيع البرامج الوثائقية ناشونال جيوغرافيك بتبيع برامج الجغرافية وشايفين أنتو قناة بيئية لكن توزع كل أنحاء العالم لأنه موضوعات مهمة جدا بتهم البشر وبتهم الإنسان أيضا في شغلة يجب أن نفهمها من البداية في الإذاعة والتلفزيون إحنا الجمهور لا يقرأ لا يمسك الإذاعة والتلفزيون اللي يقرأ ولكن ماذا يفعل؟ يشاهد ويسمع يسمع فقط في الإذاعة ويشاهد ويسمع في التلفاز وهذا له معاني هذا بترتب عليه استحقاقات أنا كمراسل ميداني أعمل في تلفزيون بعرف أنه رسالتي توجه إلى جمهور يشاهدني فلذلك مطلوب مني مجموعة نقاط مجموعة أمور أنا أوجه رسالة إذاعية للجمهور أدرك أن وسيلة التخاطب بيني وبين الجمهور هي الأذن فلذلك أدرك يجب أن أدرك ما معنى الأذن ما هي مواصفات الأذن كيف يمكن أن أوصل رسالة مؤثرة ومهمة لهذا المستمع هذا يترتب عليه أشياء يجب أنه إحنا نعيها بس المقرأ أحيان مش كل بسلع شغلات بسيطة بس العماد الأساسي للتلفزيون المشاهدة تصوري لو التلفزيون كله تحول إلى في التلفزيون بس بيعطي رسائل زي بعض محطات الإعلانات فقط بيعطي رسائل وصوت موسيقى غير مجدد بعض الأحيان في قراءة الجزيرة عندما يتقل على طفل المكتوب وهكو بس يكون بيقرأ هذا منسمع أصلاً للصوت وما منطلع على صحيح صحيح ممكن بس تسمعي أو بعطيك حتى لما يعطينا شاشة للقراءة بيكون فيه صوت مصاحب إما صوت موسيقى أو صوت مؤثر أو صوت حتى يميز ويكسر حدة هذا النص النقطة الثانية إنه إحنا في الإذاعة والتلفزيون فيه أمور يجب أنه راعيها غير متوفرة لدينا في اللي هو الصحافة المطبوعة أول حاجة حاجة بيسموها اللقم الصوتية لا لقم صوتية اليوم أنا عندي تقرير إذاعي تقرير إخبار إذاعي لا يكفيني في هذا التقرير أن أتحدث عن الحادثة فقط وإنما يجب أن أدعمه وأعززه وأزوده بما يعرف باللقم الصوتية وهي صوت أصحاب الموضوع صوت المتحدث جزء من أصوات المتحدثين يعني كما يفعله في التقرير التلفزيوني ما يجيبه؟ لازم يجيبه المصادر والمصدر يتحدث إلينا هذه تدعم الموضوع عندما تخلو يعني يكون مثلا تقرير واحدة منكم عملة تقرير إذاعي وكان كله عبارة عن سرد 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 المراسل بحكي 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 بدون أن يعطي فرصة لمتحدث أن يلتقي بمصدر أن يعطيني أصوات للحدث نفسه بتكون المسألة رتيبة وغير دقيقة وغير قد توحي بعدم المصدقية لأنه في مبالغة لكن عندما أنقل أصوات رواة الحدث أصحاب الحدث بتكون أبلغ وأصدق وأكثر وتأثيرا أنه عندنا حنسمع تقرير إذاعي ونشوف كيف درجة التأثير تبعت اللقم الصوتية هي اللي بتعمل روح هي اللي بتعمل حياة لهذا التقرير الصوت الطبيعي الأصوات الصادرة اليوم مثلا لا سمح الله في عندنا انفجار في عندنا حريقة في عندنا أي حدث من الأحدث في أصوات في سيارات إسعاف في صوت ناس في صوت تكبرات في مسيرة في احتجاجات في أصوات ممكن تكون أصوات سعيدة في مباراة في شغلة بلاش كلها تكون حزينة وقتل موت هذه الأصوات ماذا تفعل؟ تزيد قدرة المستمع على التخيل وأن يعيش الحدث كإني أنا موجود في داخل هذا الحدث لكن تصوروا لو التقرير خالي من كل هذه الأشياء كإني أنا بقرأ إشي بس واحد بيقرأ ليه فقط الدور الجديد إنه واحد يقرأ للموضوع فقط اختلفت فلذلك هذا بدنا نحط بعين الاعتبار عندما نبدأ نفكر في عملية الإنتاج نحرص على تجهيز لقم صوتية يعني مصادر تتحدث إلينا نحرص على تجهيز أصوات طبيعية من الميدان وهذا حكيت لكم إنه يحتاج في بعض الأحيان إلى أدوات خاصة شديدة الحساسية لأنه إذا أنت موجودة في وضع شديد ضجته عالية جدا هذا بشوش عملية التسجيل فلازم تكون الأجهزة معدة ومرتبة بطريقة فنية جيدة أيضا بالطبيعي لا يوجد برامج تلفزيونية أو حتى برامج إخبارية بدون إذا كانت في التلفزيون بدون صورة لكن هذه ما بتجدي دفعا يعني ما بينفع أنا أجيب صورة وأسيبها في الإذاعة ما فائدتها مين شايفها فلذلك لكل حادث حديث ولكل أداة إلها فنياتها اللي إحنا متعلق فيها قبل ما نشوف مراحل أنا حابب أنه نبدأ طبعا حنبدأ في المراحل بصورة عامة بس أستعرضها أول شيء إذن هذه أي وسيلة أنتو بتروحوها اسألوا عن البرامج التي تنتج عندما تفتحوا الموقع الإلكتروني وحن نشوف بعض المواقع الموقع الإلكتروني لأي وسيلة إعلامية سواء كانت قناة أو إلكترونية أو تلفزيونية فضائية إذاعية نشاهد إنتاجها وبرامجها ومحتواها والخطة البرامجية اللي طبعا كل سنة بيعملوا سنة ستة شهر سنتين وما إلى ذلك بس بتكونش طويلة جدا عشان لا يمل الجمهور يؤثر على طبيعة الأسئلة يؤثر على نوعية الأسئلة الموجهة يؤثر على طبيعة التعامل أنا أدرك أن هذه الشخصية عصبية هناك بعض النقاط تستثيره بحاول ألا أستفزه من البداية حتى أستفيد من وجوده معي بحاول أن أوجه إليه بكل الذكاء إذا شعرت أنه مثلا فيه هناك بده ينهي اللقاء أو بده يعني يمنعني من مواصلة إجراء اللقاء وحاول أن أتحايل عليه بطريقة أو بأخرى هذا كله من الاستعداد لكن لو واحد مش مستعد صار اللقاء صار ما صارش اللقاء مش كثير يعني هناك فرق بالنسبة له إذن هذه المرحلة هي فيصل كل المذيعين أو مقدمي البرامج المشهورين اللي أنتوا بتشوفوهم وبتعجبوا فيهم سبب لو سألت هذا الشخص ما هو السر في نجاح البرنامج الإعداد المسبق بجيش برنامج بين يوم وليلة يلا تعالوا نسجل يلا تصلوا في الضيف يجعوا أطول لا في خطوات وخطوات كثيرة جدا تقع في إطار هذه المرحلة يجب أن نتعرف عليها بدقة بالتفصيل في البداية ثم بعد ذلك نبدأ نحاول التطبيق حتى لو بعضها البعض بعد أن أعدينا الخطوات نبدأ بالإنتاج اللي هي برودكشن إنتاج يعني الميدان إنتاج يعني عملية اللي هو تنفيذ البرنامج وتسجيله سواء كان بالصوت أو كان بالصورة وما يرافقه من عمليات أخرى خلال عملية الإنتاج بعد الإنتاج يأتي المنتاج بعد الإنتاج يأتي المنتاج وهي مرحلة ما بعد الإنتاج اللي هي بوست برودكشن إن كان البعض بضيف المنتاج للإنتاج لكن هذا مش قصة كتير إنه المراحل لكن وجودها بشكل مفصل بهذه الطريقة بيكون أفضل إلنا للفهم لطبيعة إنه إحنا نكون ماشيين بطريقة متسلسلة مع البرنامج هذا أو غيره من البرامج هذا المراحل نعم لا التقييم جزء من البرامج صحيح التقييم والمشاهدة أو الاستماع إلى البرنامج بعد إنتاجي هي جزء من عملية مرحلة ما بعد الإنتاج لأنه بدي أتأكد من الجودة مع صعيد الشكل مع صعيد المضمون وفي بعض النقاط المعينة اللي ممكن إحنا نشوفها هذه النقاط ستكون محور مهم جدا يعني ستستغرق مننا عدة محاضرات بالتأكيد مع استعراض نماذج وأمثلة وبالتأكيد زي ما حكيت لكم سنطلب منكم بعض التدريبات حتى لو البسيطة إنه بعض الطالبات تقدم لنا مقدمة برنامج رياضي كيف ستكون وماذا يمكن أن يكون في هذا البرنامج بشكل سريع مقدمة برنامج ديني ماذا كيف ستكون مقدمة برنامج ترفيه بالتأكيد سنلاحظ ماذا فرق شاسع بين التلاتة ديني كيف الجو بكون والصوت فيه أو علمي أو طبي يعني كله بكون رازيين وهادئ وإن كان هذاك في يعني درجة خشوع أكتر في الصوت وفي المخارج ظهور أكتر وما إلى ذلك حتى في الشكل العام في الهدوء تبع الاستوديو لكن زي ما حكينا برنامج له علاقة بالرياضة له علاقة بالاجتماعي رياضي هذا بنفعش فعش يكون هادي لازم يكون فيه نوع من أنواع اللي هو الأكشن موجود في هذا البرنامج حتى يشد انتباعنا الآن قبل أن ننتقل إلى نشوف بعض التقارير حتى نستكشف هدفي من عرض هذه التقارير بشكل سريع أنه أنتوا تبدو معي تستكشفوا أنه آه والله هذا جهد كبير أكيد أكيد المنتج عمل واحد اثنين ثلاثة أربعة هذي حتى تساعدنا لما نيجي نستعرض الخطوات وما راح للإنتاج هنعرف أنه فعلا هاي مطبقة يعني نستنتج جزء من هذه الخطوات والمراحل قبل أن نبدأ بشرحها وهذا أفضل للفهم والاستعاب بالنسبة إيه لكم خلينا ناخد واحد واحد نستعرض دعونا نستمع ونشاهد هذا التقرير التلفزيوني تقرير إخباري نلاحظ المشاهد التي تم تحضيرها للتصوير الشخصيات اختيار الكلمات اللي هي السيناريو اللي هو توافق اللقطات المدة الإجمالية الترتيب العام لكل الموضوع المهارات الشخصية الخاصة بالمراسل النبرات طريقة الإلقاء كل هذه الأمور بتكون الآن تبدأ في ملاحظتها يعني أتمنى عليكم من الآن فصاعدا أن تكثروا من مشاهدة البرامج الإخبارية والبرامج العادية ولكن بنظرة جديدة بنظرة صحفية وليس فقط بنظرة جمهور حتى نستفيد من الوقت دعونا نشاهد هذا التقرير عن الوضع الصحي في غزة في ظل الأزمة الحالية وهو جديد بالأمس هذا التقرير إنتاج قناة الجزيرة قد يكون هذا المريض محظوظا بدخوله غرفة العمليات في مستشفى شفاه بمدينة غزة فغرف العمليات هنا لم تعد تعمل إلا بنصف طاقتها بسبب النقص الحاصل في كثير من المسلزمات الطبية التأجيل سمعه مسد جدا وهو أنه لا يدخل بطاعة غزة من الأدلات الصحية لأنها تحتاجت مثل هذه العملية ما هو وفو من الجزيرة المحالية وأجلهم ما يزيد الوضع صعوبة أن مئات من المرضى ليس بمقدورهم العلاج في الخارج بسبب الأوضاع في معبر رفح والوضع الأمني في سيناء وقوافل الأطباء لا تتمكنوا من المجيء إلى غزة للتضامن وتقديم العمل هو واحد من مستودعات الأدوية التابعة لوزارة الصحة الوضع فيه غني عن البيان وهو ما يثير قلقا شديدا الآن الدفاع هو أصبحت حوالي 145 صنف الآن من القائمة الصفرية يعني درسي ما فيها صفر وهذا شكل مشكلة كبيرة خصوصا وأمانا أرى المعضب إلى زيادة مستمرة أن نرم أن المواطنة في غزة دائما هو الضحية ضحية تدخل ثمن العلاف والاختلاف الحزبيني والعربي والدولي وقبل كل شيء ثمن الحصار الإسرائيلي فمن هذا المعضر شرق مدينة غزة كانت تدخل قبل الحصار جل احتياجات القطاع اليوم غدا ضعبرا مهجورا بقرار إسرائيلي أنا أقول أن إسرائيل هي المسؤولة المباشرة عن حصار غزة منذ العام 2007 إذا صعد هذا الحصار يوما بعد يوم ورغم الحديث عن تسهيلات على المعابر الإسرائيلية لا يثق سكان القطاع بهذه الوعود التي عادة ما تبددها ذرائع أمنية وإلى التحدوح الجزيرة غزة فلسطين نعم هي أنا يعني لا يتعدد يكتين ونص بس إحنا بنقول مجازا ثلاثة أحيانا طيب ما لديها تعليق يعني ممكن تستنبط لي مراحل الإنتاج من خلال هذا التقرير تفضل حرجع لك أولي شي هو قدر بداي يعني قليل ما بيرمزوا عليها يعني بالغالي بيجيبه إنسان ما قدرش يدخل على العمليين وجايد إنسان قدر أن يدخل على العمليين هذا شيء غريب جايد جميل وبيجد المشاهد لما يخطف أجواء العمليين جميل هاي الحيوية حقق عنصر الحيوية بدرجة عالية بأكثر بوسلتين السيلة الأولى دخل والسيلة الثانية إيش عمل اختدل زي تماما زي وزي فكان واحد منهم مش قبل مراحل مش ما هذي جزء من المراحل جزء من المراحل ما هذي إيش بلزمها تحضير تنفيذ بعدين اللي هو انتاج اللي هو منتاج عفوا تفضل تمام اكتر من مكان اكتر من زاوية تنوع المصادر وزير الصحة نعم تمام تنوع المصادر وكل مصدر انتم شايفين اختباسات كوتات صغيرة جدا ومركزة ومصادر رفيعة المستوى طبعا وجود مصادر رفيعة المستوى ماذا يفعل يزيد الدقة والمصداقية والمسئولية الخاصة بالتقرير المهارات الأداء يجب أن تلاحظوا الكلمات التي يتوقف تقف كأن الكلمة كأن الحرف يقف في بعض الأحيان لماذا؟ لشد الانتباه تمام ما بنفع خاصة في الإذاعة والتلفزيون هذا انتم اكيد بتعرفوه وحتمارسون ان شاء الله ما بنفع مطلقا امشي بوتيرة واحدة الوضع الصحي في قطاع غزة يزداد تدهورا كلمة يزداد التركيز عليها ماذا فعلت تجذب الانتباه بصورة تميز ما سبق عما سيأتي ما بنفع انه اظن لامشي بوتيرة واحدة صدر الحيوية في التقرير كانت لما هو خرج من قلب غرفة العمليات يعني وفي الصورة انه هو كان موجود داخل غرفة العمليات تمام جميل نعطي فرصة لاخريات عادة في اغلب التقارير بيجي المراسل بنهاية التقرير انه مثلا هو اجد حدوح من قلب مختار انه هو لا حكاها بالنص حتى صحيح هذه بتصير في بعض التقارير انه هو بكون همزة وصل او بسموه جسر بين الجزء الاول والجزء التالي للتقرير جميل في اي ملاحظة اخرى تفضلي حتى نشاهد تقريرا اخر بالاول اللي جاب الاطاقة عدمة وجاب وقت العمليات تدخل ووجاب الاجهزة ودفقا في القلب والمحنول والقاطرات السريعة بداخل الانسان في او المنشاق بالداخل انتو ملاحظين في شغلة او تصدري كاملة بعدين وثق اللي بدأ التوثيق انه جاب مستوطة على الادوية انه الامات الفارغة والشادوية انه ذكر الرقمية تحصت باني من صدق وغنى وشدين بعدين جاب الوزير وزير الصحة شاب دكتور صبتيك رئيس بسم الشراحة وبعدين جاب المعبار وشاب دكتور الفطري وبين وثق المشايد يعني ايش بعد ايش ايش ايضا نعم يعني بدأنا القصة وهي التدهور الافراز ما بدأ هنا لو بدأنا بداية عامة يعاني قطاع غزة منذ الاغلاق الاخير من تدهور مستمر عارفين درجة التأثير كيف بتكون اقل عادية لكن نبدأ من عمق القصة يعني نبدأ كيف الطريقة هذه احنا بنستخدمها حتى في القصة الصحفية وهذه مهم جدا تستفيدوا منها في التقارير التلفزيونية نبدأ من الخاص الى الابنطلع للعام الازمة بسبب المعبر الكل يدرك ذلك تمام لكن ما تداعيات الازمة عن ناحية الانسانية هانا الاهم عندما اربط المشاهد بحالة انسانية بموقف انساني بحاجة انسانية لسكان غزة تبدأ استفير عندهم الشجون والعواطف والمشاعر التضامن وما الى ذلك لكن البدايات التقليدية الكلاسيكية لا نقول خطأ لكن لا تجدي تأثيرا ولا تجدي نفعا فهذه طريقة مهمة جدا ان نبدأ من الخاص ثم ننتقل الى العام اللي هي الخلفية الباكي جراوند تبعا الموضوع السياسي وموضوع المعبر وموضوع الخلافات وموضوع ما الى ذلك لو بدأنا فيه بيكون مباشر جدا لكن نبدأ بهذه احنا وفرنا عوامل الجد النقطة الاخيرة عشان ننتقل الى تقرير اخر غير موضوع مهارات الاداء تصور هذا التقرير في المراحل عشان انت سألت انه هذا في مرحلة التنفيذ طيب انا كمراسل ماذا يتطلب باني قبل التنفيذ تنسيق حجز غرفة العمليات اي عملية بتدحضر وقتش وقتش التعقيم تجهيز الكاميرا انت ما دخلش واقل لحاله معه طاقم معه على الاقل تنين فن صوت ومصور فصار فيها انه ثلاثة اضافيين في غرفة العمليات هل الغرفة تستوعبهم في مجال طبعا فيه مجال او هو كيف تم التصوير داخل غرفة العمليات نفسها يعني اقصد انه لو في مكان اخر ممكن تكون غرفة عملية لو مركز صحي بسيط لا يسمح المكان فاذا ترتيب معاينة المكان المراسل يذهب الى المكان قبل اجراء التصوير يعاينه عينه سيقف المصور هل في منطقة جيدة باقي اللقطات هذه بتكون يمكن اسهل شوية من اللقطات الاولى فانتو شايفين انه تحتاج في المرحلة الاولى حجزات وتجهيزات ومعدات وترتيبات ومعاينة اكثر اذا اطمننا انه كل هذا متوفر نبدأ ننتقل الى الشيء الاخر كيف بالحرائع من كل ايقوم كنة طبا احيانا تجي التقرير سبيل ايان وهي الان هذه سرعة الانجاز تيجي بالخبرة وبعدين اسم القناة له دور فبصير الكل يتكاتف من اجل تسهيل الامور يعني حاولوا بيشوف الكاشف بيذهب الى المسؤولين عن الجراحة ايش العمليات اللي عندكم مثلا متوفرة ممكن يعمل بث مباشر اذا بتذكروا في العدوان الاول لما جابوا الطفلة اعتقد من الطفلة اللي رفع عنها اجهزة التنفس الصناعي من مستشفى الشفاء بث مباشر كانت تموت على الهواء بث مباشر لانه كانت خلص انتهت استنفذت معها لا لا مش المظلوم المظلوم قصتان يعملها تامر المسحال لا 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 اعتقد اعتقد الكفارنة اعتقد الكفارنة المهم اللي عبرة فانه يعني القضية كانت بث مباشر من داخل غرفة العناية المركزة وكانت طفلة في انفاسها الاخيرة تعيش على الاجهزة الاصطناعية واستنفذوا معها كل الوسائل ورفعوا ساعتها واعلن عن استشهادها في نفس اللحظة اونلاين بث مباشر فكانت طبعا شدة التأثير ودرجة التأثير جدا عالية يعني انت بتحكي عن انسان يموت امام الجميع ويشاهدوا الطفلة السورية اللي شفتوها من الكيماوي اللي صارت تتحسس جسدها هل انا عايشة انا عايشة وين انا برضو هذا مشهد مؤثر ومؤلم وقاسي جدا تقشعر له الابداء لاحظوا هاي تقرير قديش طلعنا منه ملاحظات تفيدنا في انه نفهم عملية الانتاج واضحك في الصورة دعونا نشاهد تقرير اخر خلينا نشوف الاجزاء المكونة لهذا التقرير وانت تحكموا كيف مدى حيوية التقرير وقوة التقرير ركزوا معي ايضا وسجلوا ملاحظات دعاتها تتعلق بنتائج مسح الفقر الذي اجرته على مئات الاف اللاجئين الفلسطينيين لضمان عبادة وتصحيح اوضائهم والتي لم يجري البحث عليها منذ سنوات طويلة هذا ما اخبرنا به عدنان ابو حسنى المستشار الاعلامي للانوى وقال المساعدات الغذائية ستترقف عن حوالي تسعة الاف وخمسمية وتمانية وخمسين اسراء ولكن في نفس الوقت تم اضافة حوالي خمس تلاف واربعمائة وتلاتين اسراء جديدة هذه ستستفيد من ايه المساعدات وتم ايضا زيادة تنية المساعدات لحوالي اربعة تلاف واتنين اسراء تقريبا هذه كانت تتسلة مساعدات ولكن ثبت من البحث الجديد ان هذه الاسراء تحتاج الى مساعدات اكثر وفي نفس الوقت هناك 1073 اسراء سيتم تقليص المساعدات التي تتسلمها ولكن لن يتم وقف هذه المساعدات واضاف ابو حسن ان مسح الفقر الذي نسدته الوكان لا يتعلق بتمويد هذا البرنامج وانما يستهدف الوصول الى الفئات المستحقة فعلا للمساعدة خاصة في ظل وجود بعض التحولات الاجتماعية في مستوى حياة السكان في القطاع رزا خلال السنوات الماضية الاجئون الذين اطالهم وقف المساعدات العدائية عبروا عن غضبهم لقرارات الامر مؤكدين انها ليست المرة الاولى التي تتخذ خلالها تلك المنظمة قرارات وصفوها بانها جائرة بعقهم بعد ان اوقفت المساعدات المقدية المقدمة لاكثر من مئة الف شخص قبل عدة شهر الحاج اللاجئ ام محمد النعامي انهارت باكية وهي تصف احوال ابنها المريض بالشلل الذي اتخذ قرارا خطيرا بعق نفسه بعد ان سمع بقرار الامر وقف المساعدات النقدية ماذا اقوله؟ ومع البلد هذا الحدث يمين بلغير احل الحالي جدا بالمقدمة ودير احالي كالزارة تيت اقب فيش ايش فيش ايش فيش ايش فيش ايضة باكة وفيش ايش فيش ايش ايضة باكة وونا منذ مدوار المساعدة في الكفاء ونصرت معاشا نفر في الترويه وفي الدبيق وفي الابتدائي ام بعثنا نفقنا نرسالك في هذه المجال عشان لمشكلتنا مرشن في تولادنا مبعنا تدور اللي بسيحب حاله اللي انت وحسن القرارة ام عثم ناجئة فلسطينية اخرى وام لستة ابصال اعلبت عن صدمتها لقرار الامر مشيرة الى ان اوضاعها ستزداد سوءا ومأساوية وقالت يعني الكل ايش مناوه عندنا حد الاكل والشرب بدون مناوه عندنا كل الدنيا سال الضمان حد الاكالية كبان مشرح معنا شوية شوية بتقلص بالمساعدة حد مساعدات الاطفال في المدارس فاكلهم اللي كانوا يحطون الواجبة منعوهم عنها ومنع القرطسية ومنعوهم الاكل وشرب عنهم اذا كانت كل هذا من النسفان يجيب الناياع اذا المكان اللي رفعتها ده مين انظروا في الدنيا خير ايش طرف الدنيا خير موننشف من هالعيش كلها نكتفي طبعا التقرير في مزايا وفي عيوب. عيوب المزيعة كانت اوازيلة وحدة ما كانتش طويلة. جيد. حلو. طويلة وفي كمان شغلة مهمة جدا في الاذاعة. بالضبط. تكدس في الارقام. نحن نخاطب الاذن. الاذن شديدة الحساسية. شوية ارقام معلومات زيادة مش ارقام. تفقد. تفقد خلص. تفقد التركيز. فما بالك عندما تكون هناك ارقام عديدة. هذه بتعمل تشوش. وهذه رسالة لنا. عشان عندما نلتقي باي شخصية. نحاول ان نركز على رقم محدد. خلص. انه الانروة. كانت بتقدم مساعدات لتسعة تلاف ومتين وخمسين اصرى. تقلصت بفعل عدم تلقيها الاموال من الدول المانحة الى كده. التفاصيل غير لازمة. هذه التفاصيل اين في الاخبار المطبوعة في الاخبار الالكترونية. فضلي. ايوة ممتاز. هنا عندي في صوت مهم اللي هو ايش اللي جابته. اللقم الصوتية. لكن شعرت وانا باستمع للحجة والاخرى التانية انه مسجل داخل الستوديو. يخلو من اي صوت مؤثر طبيعي. او صناعي كمان. لانه في مؤثرات هنمر عليها نوع هذه المؤثرات. معتطنيش حيوية جعلتني اندمج في في السمع بصورة اكبر. يجب انه اندمج انا مع مع ال كأنه اتخيل مشهد انا اراه. الصوت هذا ضمن وطيرة ضمن باكي جراوند ضمن خلفية هتفات اصوات ناس غضبانة نازلانة ناس بتصرخ. هذا الصوت اللي لازم يكون مرافق لخلفية لهذا الموضوع. نعم هو هذا الاسلوب اه ممكن ان نستغني عنه انه انا كمراسل اقدم الجملة واعطول ارفق فيها السق فيها اللي هو اللقمة الصوتية. بدون ما اتحدث قاله. ففي في بعض الزوايا اللي فيها ضعف. حسبنا عن ما في عدم واقعية. تصنع شوية. الحج بتعيض الوصف فجأة هديك تحكي بصوتي عنه. صحيح. انه هاي الحالة الانسانية. الحالة الانسانية يعني انه موزيعة يصوتها انه لازم انه يباين انا حزين. ثاني حاجة انه لازم يكون في موسيقى. الموسيقى هاي ممكن ان يكون حزينية عشان تجذب الشخص انه يستمع فيها انه. ليس شرطا هنا التقرير الاخباري دي لك. المؤثر الاقوى هنا المؤثر الطبيعي. اللي خارج من يعني هل يعقل كيف بدي اقتنع عملة هذا اللقاء مع الحجة لحالها. لا لازم يكون في ناس في اصوات. فهذه الاصوات مهمة جدا انه تعطيني احاء بالحياة بالواقعية وانها موجودة فعلا في هذا المكان. بالزبط. شرحة كتير فيه استطراض زائد. بس ما قدرناش نتخيل او ما. استطراض لانه الاكثار من الكلام والاستطراض والاطالة في الكلام. امودين خلاص ما ما بنفعل احكي كل شيء. بس لانه حكيت ايش نعم. يعني كأنها بس فقط تعيد ما قالوا. بس بس فيه شغل هي جذبت انتباه المستمع يعني انه حالة بكاء يعني الامر. شما هادي قلنا هادي استخدمتها بس محطتهاش في مكانها الصحيح ولم توظفها بالطريقة المهنية الجيدة. اتفضل في الاخر. الصوت شوية بس لو سمحته. انتي انتي وبعدها هي ولا تزعلي. ايضا هي مزايا في التقنية اللي ذكرت الاسم وماركة لهم. يعني كعادنا لغاقص رئيس هذا شرط اساسي في الاذاعة. انتي في الاذاعة لن يكتب. يعني قبل قليل هل شاهدنا في التقرير التلفزيوني وهال يقول والان يتحدث الينا. الصورة تستعيد عن النص. تفضلي. صحيح. معاكس تماما. لو بدأته بالمقلوب كان اكثر تأثيرا واجدة في عملية التأثير. بدأت تأثير. بالصح. كان اعطت تأثيرات وانطباعات يعني اقوى في عملية اللي هو التقديم. تفضلي. ما هو هذا. هو شوف عشان يعني برضو نكون منصفين الى حد ما. الموضوع هو بهم الامم المتحدة. هذا الموضوع صار في الاسبوع الماضي فيه احتجاجات شديدة ضد الانروا بسبب تقليص المساعدات. والانروا حتى مدير الانروا في غزة التقى بالصحفين في لقاء خاص. يعني تحدث بمعلومات خاصة اليهم انه الانروا تواجه عجز مالي كبير جدا. الدول لا تلتزم للانروا. احنا اضطرنا انه نقلص لانه مش قادرين ووضع غزة فعلا مأساوي. انا ساحمل هذه الرسالة ان هو يتحدث اليهم للمسؤولين الخارجيين. موضوع مهم. هم بيعطوه مساحة لانه هو بالنسبة اليهم مهم. لكن آلية تقديم الموضوع هي الفرق. وهي ايجا الكلام اللي حكينا في البداية. وعشان هيك انا تعمت انه نعرض تقارير. حنعرض في المحاضرة القادمة ايضا بعض التقارير. حتى نستكشف ونستنبط مزايا وعيوب اي تقرير قبل ان نشرح في شرح عملية الانتاج. بتكون عندي فكرة الى حد ما جيدة اولية عن مراحل الانتاج. انه هذه ايش كان لازم تعمل وهذا ايش كان لازم يعمل هذا فعلا ممتاز لانه عمل واحد تنين ثلاثة. هذه لأ ضعيفة لانها عملت واحد تنين ثلاثة. كل شي انتو بتحكوه بتنتقدوه لازم يكون بالنسبة يمثل بالنسبة لنا نصيحة ودرس ونقطة تحول مهمة في عملية الانتاج القادم ان شاء الله. يعني الواحد بيستفيد من اخطاء الاخرين عشان انا لا اقول لا يقع في الاخطاء. لا يوجد احد ولكن يقلل يحد من الاخطاء. لا يوجد تقرير في العالم مثالي بدرجة مية في المية. لانه كمان طبيعة المقيم تختلف من انسان الاخر. ممكن واحد عجب التقرير من بعض الزوايا اعتبرها هي هذه كافية. انسان اخر في زوايا اخرى لم تعجبه. لكن في مقييس عامة احنا بننطلق من خلالها عندما نتحدث عن اي تقرير من التقارير. المزايا انه في عدة مصادر في عدة حالات وهذه حاجة ايجابية ركزت على الحالات حاجة ايجابية. اه في معلومات بس المعلومات عرضت بتكدس فجعل انقلبت من مزية الى عيب. هذه النقطة. طيب احنا يعني هيك نعود الى النقطة اللي توقفنا عندها في عملية الشرح. بدنا نفهم يا اخوات انه عملية الانتاج عملية مضنية. ولكن شيقة وممتعة. لانه بتجعل الانسان يعيش تجارب جديدة. احداث جديدة. يكتسب خبرات جديدة. تصوروا كيف التقرير الاول والتقرير التاني. لا نقلل من قيمة اي تقرير من التقارير. كل التقرير يبذل المراسل والطاقم معه. طبعا لا يعمل بمفرده. جهدا كبيرا في انتاجه. سواء يعني حالفهم الحظ بدرجة عالية او متوسطة او متدنية هذه. تعتمد برضو الخبرات لها دور. الخبرة الانسان اللي يقدم التقرير. وحتى اللي يصور. وحتى اللي يعمل على موضوع الصوت كلها الى دور. يعني الصوت واضح جدا. ممكن اذاعة تعطيك صوت رديء جدا. ففي اشياء فنية نحن ايضا لا ندركها الان سندركها مستقبلا ان شاء الله. هذه المراحل سنخوض فيها ان شاء الله كما رأيتم وكما سمعتم من خلال الاستماع. من خلال القدرة على التقييم. حتى نبدأ ننمي لديكم كمان القدرة على التقييم. لانه انتم جمهور ايضا قبل ان تكونوا صحفيات. انتم جمهور. يعني لديكم رؤية. لديكم قدرة على التمييز. فلذلك هذه الشغلة ايجابية. انه نستطيع من خلالها انه نستعرض فيما بعد ان شاء الله مراحل الانتاج الاذاعي والتلفزيوني المختلفة. نتوقف عند هذه النقطة. سنلتقي في المحاضرة القادمة. وسنبدأ في المرحلة الاولى بالخطوات التفصيلية. وهي من اهم المراحل. المتعلقة بمرحلة ما قبل الانتاج. اتمنى ان تجهزوا انفسكم. ومن كان لديها اي ملاحظات. اي مشاهدات. اي تقارير معينة. ان تقدمها لنا. حتى يكون التكامل اكبر بيننا وبينكم. ونلتقي ان شاء الله في المرة القادمة.